السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hi my friends, how are you? I love you too much النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض Zer was و Zer where قبل كده خدنا Zer is وقلنا معناها ايه يوجد للمفرد وخدنا Zer are وقلنا يوجد للجمع والاتنين يعبروا عن المدارع يعني في الوقت الحالي النهاردة ان شاء الله هناخد الماضي لهم Zer was معناها كان يوجد للمفرد و Zer where كان يوجد للجمع يعني حاجة او مكان كان موجود في الماضي ولم يعد موجود الآن خلاص يا حبايبي معنا Zer was و Zer where ان كان في حاجة في الماضي و دلوقتي مش موجودة خلاص يا حبايبي عشتو بعرفين المعنى بيقول ايه بالصبت هنه بيقول لي Zer was معناها ايه كان يوجد للمفرد و Zer where كان يوجد للجمع Zer was كان يوجد للمفرد و Zer where كان يوجد للجمع والاتنين يعبروا عن الماضي الباست الماضي اول حاجة هنعمل جمل على Zer was و Zer where فين في البوزيتف في البوزيتف يعني فين في الاسبات اول حاجة هنعمل جمل مسبتة وبعد كده هنعمل جمل في النجاتف نجاتف يعني ايه؟ يعني نفي هنبدأ الاول بالبوزيتف اول جملة عندي بتقول ايه؟ Zer was a bank behind the train station يعني كان يوجد bank خلف محطة الكطار الاول في الماضي كان فيه bank لكن دلوقتي مفيش bank خلاص يا حبيبي معنا الجملة ان في الماضي كان فيه bank بس دلوقتي البنك ده مش موجود Zer was a bank behind the train station كان يوجد bank خلف محطة الكطار هنا طبعا الجملة تعبر عن الماضي ليه؟ علشان فهوز واحنا عارفين انه وز تعبر عن الماضي ثاني حاجة Zer was جه وراها a bank اسمه مفرد bank واحد علشان Zer was يأتي بعدها اسمه مفرد وتعبر عن المفرد انا بقول Zer was كان يوجد للمفرد لازم يأتي بعدها اسمه مفرد Zer was a bank behind the train station يعني ايه يا حبيبي كان يوجد bank واحد خلف محطة الكطار بس دلوقتي مفيش شلوه خالص ثاني جملة تعبر عن الجمح Zer were two hotels انا قلتي تو يعني ايه؟ يعني فندقين near the theater كان يوجد فندقين بالقرب من المسرح كان فيه فندقين بس دلوقتي خلاص مفيش فندقين يعني ايه؟ يعني اتشاله خالص Zer were two hotels near the theater كان يوجد فندقين بالقرب من المسرح اول حاجة الجملة تعبر عن الماضي ثاني حاجة تعبر عن الجمع علشان where تأتي مع اسم الجمع Zer were two hotels فندقين مش فندق واحد لا اتنين near the theater بالقرب من المسرح كده طبعاً كده الجمل اللي عملناها في الإثبات positive يعني ايه؟ يعني إثبات كده كولنا على Zer was و Zer were جمل مثبتة طيب ندخل على negative negative يعني ايه؟ يعني نفي إزاي ننفي Zer was و إزاي ننفي Zer were النافي ل Zer was Zer wasn't كل اللي أنا بعمله بضيف N أبصرف T أو كلبة not ممكن أكتبها بالطريقة دي و ممكن أكتبها بالطريقة دي واللي تنصح Zer wasn't أو Zer was not و ممكن أنطقها not واللي تنصح برضو Zer wasn't أو Zer was not طريقة دي تمشي صحيحة والطريقة دي برضو ايه؟ تمشي و صحيحة Zer wasn't أو Zer was not هنا برضو نفس الحكاية بينين في Zer were بZer weren't أو Zer were not Zer weren't أو Zer were not والتي not أو نط والتي نصح طيب يلنما الجمل أو الجمل بتقول برضو الأولى تعبر عن المفرد والتانية تعبر عن الجامع هنا Zer wasn't a library beside the school يعني ايه؟ يعني ما كانش في مكتبة بجانب المدرسة يعني ما كانش فيه أصلا من البداية فوق كنا بنقول كان يوجد و لم يعد موجود الآن لكن تحت ما كانش فيه من البداية ما كانش فيه library يعني مكتبة بجانب المدرسة Zer wasn't a library beside the school هنا الجملة تعبر عن المفرد وجه بعد Zer wasn't a library اسم ايه؟ اسمه مفرد مكتبة واحدة طيب الجملة التانية Zer weren't two hotels near the bridge يعني ايه؟ ما كانش فيه فندقين بالقرب من الكبري ما كانش فيه من البداية يعني ما تبنوش من البداية Zer weren't two hotels near the bridge يعني كان لا يوجد فندقين بالقرب من الكبري خلاص يا حبابي طيب ندخل بعد كده على lequisite chance ازاي نعمل اسئلة على Zer was و Zer where الطريقة سهلة جدا الطريقة سهلة جدا انا قلت سهلة ليه؟ علشان كل اللي احنا بنعمله بدل ما نقول Zer was بعمل بينهم عاملية تبادل او علامة المقص ببدأ بwas وبعد كده Zer بدل ما اقول Zer was خلتها ايه؟ was Zer وبدل ما اقول Zer where للجمع خلتها ايه؟ where Zer خلاص يا حبابي بدل ما اقول كده Zer was في الجمل العادية الجمل المصفقة العادية عايز اعمل سؤال هقول was Zer هنا Zer where في الجمل العادية تعبر عن الجمع عايز اعمل سؤال على الجمع اقول ايه؟ where Zer والمعنى ايه؟ هل كان يوجد؟ يبقى لما بقدم was على Zer المعنى بيختلف طبعا هنا طبعا كل المنوع كان يوجد كان يوجد لكن هنا هل كان يوجد؟ هل كان يوجد للمفرد؟ طب لو قلت where Zer هل كان يوجد للجمع؟ برضو was Zer لازم يأتي بعليه اسم مفرد where Zer لازم يأتي بعليه اسم ايه؟ اسم جمع تاني هنا كل اللي بنعمله ان احنا بنقدم was على Zer where على Zer لو عايزة اسأل عن مكان مفرد هقول was Zer المعنى هل كان يوجد للمفرد؟ ولو عايزة اسأل عن مكان جمع هقول where Zer والمعنى هل كان يوجد للجمع؟ هنا قلت was Zer وهنا قلت where Zer هنا جه وراها اسم مفرد وهنا جه وراها اسم جمع والمعنى هل كان يوجد لو قلت was Zer a post office in front office يعني ايه؟ يعني هل كان يوجد مكتب بريد أمام الرصيف؟ هل كان يوجد مكتب واحد؟ أنا قلت was Zer يأتي بعدها اسم مفرد هل كان يوجد a post office مكتب بريد in front office بيف منت؟ أمام الرصيف؟ طيب لو عايزة أعمل سؤال عن اسم جمع هقول where Zer ولازم يأتي بعدها اسم ايه؟ اسم جمع where Zer two hotels across from Zeport Barse Shop where Zer two hotels across from Zeport Barse Shop يعني هل كان يوجد للجمع فندقين اسم جمع على الجانب الآخر من محل الحلاقة؟ طيب لو عايزة أجاوب على الأسئلة الطريقة سهلة جدا بعمل ايه؟ طبعا هنجاوب إجابة مختصرة لو كان في مكان هنقول ايه؟ هنقول yes وبعد كده يا حبابي وبعد كده بنعمل علامة المقص برجحهم لأصلهم تاني في الأصل كانوا ايه؟ كانوا Zer was هرجحهم برضو في الإجابة إلى ايه؟ إلى Zer was خلاص هقول ايه؟ هقول yes Zer was طيب لو ما كانش فيه هقول ايه؟ هقول no Zer wasn't no Zer wasn't لازم في النفي لما جاوب بـ no أضيف إن أبص رفتيل لوز أو وير لكن في الإثبات ما بنضيفش حاجة لو وز وير في النفي بنضيف إن أبص رفتيل لالتنين هنا قلت yes Zer was طيب لو ما فيش لو ما كانش فيه مكتب بريد هقول no Zer wasn't طيب هنا لو عايزة أجاوب على السؤال الثاني where Zer to خطر ز أكروس from the Barbara's shop هل كان يوجد خندقين على الجانب الآخر من محل الحلاء لو كان فيه هنقول yes وبعد كده نعمل علامة المقص نجيب زير الأول وبعد كده where وراها طيب لو ما فيش هنقول no Zer weren't no يعني لا وبعدين Zer where وأضيف إيه؟ إن أبصرف تيه في النفي خلاص يا حبايبي بعد كده بقول لي إيه؟ زي ما أنا قلت لكم في البداية بقول لي لاحظ بالجمل السابقة عندما نقول Zer was و Zer where يعني أنه كان موجود أو كان يوجد وغير موجود الآن يعني كان مكان موجود في الماضي وغير موجود الآن ودلوقتي اتشال خالص طيب نوضح برضو بالجملة Zer was a train station behind my house Zer was a train station behind my house يعني إيه؟ يعني كان يوجد محطة كطار خلف منزلي كان فيه في الماضي محطة كطار وراء منزلي بس دلوقتي ما فيش محطة كطار شالوها خالص دي معنى الإيه؟ معنى الجملة Zer was و Zer where كان يوجد في الماضي ولم يعد موجود الآن وكده يا حبابي نكون إنتهينا من شرح الجرامر ياريت لو أعجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على علامة لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوسلكوا إشعار بأي درس جديد أنا بنزله وأسفكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته